مدينة حبان بمحافظة شبوة من المدن اليمنية العريقة حيث تتمتع بتاريخ طويل يعود إلى فترات ما قبل الميلاد كما يوجد في المدينة العديد من الكنوز الأثرية وفي مقدمتها عمارتها الطينية المتميزة من معالم مدينة حبان مكتبة ومدرسة الزهراء الحبانية وهي واحدة من معالم المدينة لا تزال صامدة منذ أكثر من مئة عام وتتضمن مئات الكتب والمخطوطات تشتهر حبان بعدد من المساجد التاريخية وأهمها جامع حبان الذي تأسس قبل أكثر من ألف عام ويقع على مكان مرتفع حيث أن منارته ترى من أماكن بعيدة مدينة حبان تعتبر مدينة علمية ثقافية تاريخية وهذا الكلام يدل عليه الشواهد الموجودة فيها امتداء مجامع حبان القديم الذي يعتبر من أقدم الجوامع في المنطقة وكذلك المدارس مدرسة الشبلية الخيرية ومدرسة الزهراء الحبانية وكذلك المصنعة الموجودة في حبان التي لم يبقى لها إلا بعض الآثار القليلة مصنعة حبان من معالم المدينة الأثرية فقد أقيمت في موقع هام يشرف على المدينة وكانت في الماضي مقر لسلاطين آل عبد الواحد وهي محصنة تحصيلا طبيعيا حيث أقيمت فوق مرتفع صخرية ولا يوجد له غير طريق واحد مشقوق في الصخر ومرصوف بالأحجار هنا حارة اليهود والتي كانت شاهدة على التعايش السلمية بين اليهود والمسلمين في مدينة حبان حيث كانت الطائفة اليهودية في المنطقة أنذاك تسكن في حبان قبل رحيلهم إلى فلسطين عام 48 وكان لهم فيها معبد ومذبح ومدرسة كانت ولا زالت حبان مدينة علمية ثقافية تاريخية ومع كل ما تزخر به هذه المدينة من كنوز كثيرة إلا أنها لم تحظى باهتمام الجهات المعنية بالتراث والثقافة وهو الأمر الذي يعني أن معالم المدينة باتت مهددة بالانهيار صالح سالم لقناة بلقيس شبوة